على الرغم من أن بعض النساء من ذوي الاحتياجات الخاصة يسعون لتأسيس أشه الزوجية والاستقرار بس البعض منهم يروح ضحية صراعات ومشكلات أسرية بسبب واقعهم الاجتماعي اللي يخلى بعض ذويهم يستعجلون بقبول أي رجل يدق بابهم حتى بدون ما يسألون من هذا الشخص وشن هو فصاروا أسيرات لأزواج طامعين بإعاناتهم أو أزواج يزيدون معاناتهم ويتمنون أحد يشدون بالظهر مثل ما نقول حتى يعيشون حالهم حل أي ابنية ثانية زواج المرألات الإعاقة من القضايا المهمة اللي فرضت نفسها بأجندة عمل المهتمين بهذه الفئة من أفراد المجتمع بالآوينة الأخيرة مع تطور الوعي بأهمية تحسين نوعية الحياة لهذه الفئة من أفراد المجتمع وأثبت الواقع وجود تجارب ناجحة فيما يتعلق بزواج وإنجاب النساء ذوات الإعاقة وأنطت الدساتير والتشريعات والاتفاقيات الدولية لذوي الإعاقة كل الحقوق وفق ببدأ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص حسب القدرات المصيبة تشبيرة وين؟ أن الأشخاص غير المعاقين يرفضون الزواج من ابنية ذات إعاقة رغم أنه هي يمكن تكون أفضل بهواية من الأشخاص العاديين أخلاقيا ونفسيا وحتى ممكن تكون حلوة وجميلة قضية الزواج المرأة ذات الإعاقة من القضايا المهمشة بمجتمعاتنا العربية هذه الفئة لهم كل الحق في الحياة الكريمة التي كفلتها معظم التشريعات والقوانين المعمول بها بكل العالم والحق بتكوين أسرة وإنجاب الأطفال هي من جملة هذه الحقوق